هاي جماعة ما تيجي أقولكم على عايدة من عادات العزماء واللي هناخدها معانا كده كده في سنة 2023 إن شاء الله وهي عايدة التدوين أو الجورنالينج بكل بساطة يعني تكتب يومياتك سواء بقى ديجيتال أو عن طريق الكتابة الورقية بس احنا هنفضل في البداية الكتابة بالورقة والألم طب ايه بقى هي فايدة الموضوع ده وليه هي عادة العزماء يا سيد أول حاجة متخيل إن انت مثلا بتقرأ رواية فالموضوع بيكون مسلي بالنسبة لك وبتستفيد من قصة الشخص اللي انت بتقرأ له طب متخيل بقى إن انت بتمسك روايتك الشخصية بتمسك مشاعرك الحقيقية اللي انت حسيت بيها من كذا سنة بنفس الشعور بالزبط اللي انت حسيته لإنك مدونه هنا فانت أكنك ماسك كتاب حياتك تاني حاجة بتخليك تخرج كل الأفكار واللغبطة اللي جواك تخرجها عن طريق الورق سواء شعور حزنة أو شعور بسعادة زيادة عن لزوم لإن الاتنين بيبقى لهم عيوب فانت لو كنت زعلانة وكتبت صدقني حتى لو ما لقيتش حلول للموضوع أفكارك لما بتخرج انت بتستريح أصلا كمان بتشير كل الأغبطة والدوشة اللي في دماغك وبتعامل لهم أفكار منظمة ودماج وتبقى منظمة أكتر كمان بتعرف عن نفسك أكتر كل صغيرة وكبيرة إيه اللي وصلك لمرحلة الفشل والزعل والإحباط دي وإيه اللي وصلك لمرحلة النجاح دي فبتبتدي تفهم نفسك أكتر وكمان بتزهلك مشاكلك بدل ما احنا بنرميها كده لا احنا بنتعامل معها عشان لما نواجهها تاني نكون عارفين هنتعامل مع المشكلة المرة التانية ازاي طب نكتب إيه بقى فيها اكتب كل حاجة تيجي في دماغك اكتب كل حاجة قصرت في يومك علشان تستفيد منها بعد ولو برضو ما انتش عارف فيه تمبلز كتير جدا بتساعدك انك تدونه يوميا